برضي دي احنا عندنا منها من اول مقاس اتنين واربين لحد مقاس سبعة واربين او تمانية واربين ودي اجب مع مقاس تلاتة واربعين وبرزة زي ما تكون سري دي سليب رزيستن ضد الزحلقة زي ما انت شايف دي ريتيرن ده بنتكلم برضو موديلات حديثة وريتيرن يعني انا لابسها مسكة سنة من قدام بس سوانا مش كده بحس ان انا ايه لابس جزمة مشلان بص اصلي مية في المية وتأكد من اي حاجة بنبيعها لك عندنا منها كم قاس دي سأل برضو عليها طبعا من زمن الزمن بتتعمل دي ريتيرن فخامة الفخامة كلها في لتايا كده بص بتعدل عشر تلاف جنيه فرده دي حلوة او كنت تجيبها زمان من الحاجات اللي هي بص سلام عليكم سلام عليكم يا جماعة عاملين ايه يا رب الناس كلها تكون بخير وصحة وسلامكم سلامهم طيبين الناس بشار رمضان لأول فيديو نصور فيه الاحزية هنصور لكم النهاردة من فرع اركيديا ده الفرع بتاع اركيديا لو ما حدش يعرف العنوان انا دايما بحط العنوان تحت في وبنحط رقم هنا تليفون للتواصل يعني الفيديو ده في اركيديا فاحنا عندنا تلات فروع عندنا فرع في مبابة وفرع في سكندريا الفرع ده في اركيديا ان شاء الله الفرع الجاية التصوير الجاية هيكون في مبابة بعد كده هيكون في سكندريا ان شاء الله فاحنا بناخد ايه مرحلة مرحلة العنوان بتاعنا مول اركيديا كورنيش النيل الدور الاردي قدام خير زمان ده العنوان بتاعنا كل المنتجات بتاعتنا اصلية مية في المية ازا كانت يعني عد عليها 14 يوم برا ورجعت او او جديد زيرو بنعرف ده كله هنوريهاولكم في الفيديو ان شاء الله اللي يعجبها ايه حاجة هيبعت للرقم ده هيفيدك اكتر مني لو بعتنا الرقم الشخصي هعطلك جدا بعض الموديلات هنا فيها يوز وبعد يعني 14 يوم برا مصر ورجعت والبعد التاني جديد كل حاجة لها تماما يلا بينا هنبدأ الفيديو واللي يعجبك مفيش وقت رمضان الوقت في ضغط شوية هنحاول نسبت اه ساعف او اه نحاول نسبت وقت معين نصور في الفيديوهات قولونا اكتر وقت انتو حابين واز نعرض في الفيديو امتى عشان خاطر تقدروا تشوف الفيديو اول مهنزل ان شاء الله لان الناس بتطلب وبتزعى لما الحاجة ايه بتتباع في عاجات كتيرة هنا اهو راحت ورجعت تاني من الشحن طريقة الشحن دلوقتي يا جماعة مختلفة خالص احنا الاول حضرتك بتحول لنا التحويل بتاع الايه بتاع الشحن صح ياسر على فتة فون كاش الرقم اللي انت بتتوصل معين اهو ده اي حاجة انت عايزة انا بيقولكش حاول لي حق الشوز لا انت بتحول حق الشحن بس لان في ناس كتيرة بقى يعني فانو نوضعك كتير انه مسلا يطلب حاجة بعد اما المندوق يروح له مايردش ومايكلمناش ولا بيعمل لها حاجة فالوردر برجع تاني ففي ناس انتوا عايزة الوردر ده فبنخسر شحن وبنخسر الناس اللي كانت طالب حاجات فده النظام يا جماعة لكل الناس وده نظام شركة مش مش نظام هنا نظام شركة اللي هي بتاعت اراميكس باننا بنتعامل مع احسن شركة بتاعت شحن على طول فياريت الناس تلتزم بالحاجات اللي احنا بنعملها عشان احنا بنقدر نفيدك بسرحة جدا ان شاء الله يلا بينا طويلنا عليكم يلا بينا هنبدأ كده باول حاجة الموديلات الحريمي دي مقاس تمانية وتلاتين ونص فيلة دي يعتبر يوز دي درجة نظيفة جدا جدا زي ما انت شايف كده اهو حالات محترمة قوي وب بسعر مميز فردة دي يا جماعة طبعا اكس من الحاجات الغالية جدا موديل واحد وعشرين مقاس تمانية وتلاتين ونص فردة دي جلد طبيعي كلها جلد طبيعي زي ما انت شايف كده اهو لحزة بسونا خلينا نشتغل اهو خلص وبع كده ايه بس يا معلم نوح دي مقاس اتنين واربعين وتلت حتة قديدس حتة رائقة برضو جلد طبيعي طبعا ايه هي حريمي بس طبعا ممكن تمشي برضو رجالي لونها برضو يعني ميش صريح انه حريمي خالص بس تمشي رجالي تمشي حريمي دي ح عشرين سنتي طبعا السنتي ده طول القدم الناس اللي متابعنا من زمان عارفة الموضوع ده كويس جدا وهدي الحالة بتاعتها هي بتكون مفرغة كده من هنا زي ما انت شايف كده باشا دي حالة بتاعتها كل حالة وليها سعرها دي حتة اير فورس اير فورس اير فورس وان تسعة وتلاتين حتة ما شاء الله فردة ديبتوا بغالية جدا في التوكيل طبعا دي يوز فيها زي بوعة صغيرة كده جدا يعني ما تطلحص خالص بس انا بوضحها في الفيديو برضو عشان ايه للامانة لو حد عايز حاجة تروح له ما ترجعش او يبقى فيها عيب او حاجة زي كده الموديلات الرجالي جاية ان شاء الله دي برضو ريتيرن ستة وتلاتين اتنين وعشرين سنتي ونص تلبسها صغير الناس بتلبس ستة وتلاتين حتة تفلات شمواه دي ستاني سميس خمسة وتلاتين ونص برضو دي ريتيرن ريتيرن بيبقى ارخص من الجديد وزي الجديد في الحالة بالزبط يعني بس الميزة انه بيكون ارخص شوية دي بومة برضو دي ريتيرن مقاس تسعة وتلاتين 25 وعشرين سنتي بومة شابة الحاجات اللي هي البومة الفراري والكلام ده دي شموه فردة جميلة وحطة دي نايكي دي يوزد مقاس اربعين يوزد بس حالة نظيفة زي ما انت شايف كده احنا معاكم على الامانة جدا على الامانة لحد النهاية ان شاء الله دي مقاس اربعين 25 سنتي نايكي كي دي كي دي بتاعة باسكتبول فردة جميلة برضو دي يوزد حالتها حلوة مقبولة جدا جدا طبعا الناس اللي بتلبس يوزد عارفة قيمة اليوزد اللي احنا اصلا بن نلبس منه يعني فبيبقى حاجة نظيفة جدا يعني مش حاجة مهلوكة ولا مبهدلة ولو في حاجة فيها بهدلة او فيها حاجة بتجينا غاز بينها اننا بنعمل فيها خاصة تمانها يعني مش بنستفاد منها بس ايه بنطلعها حتى لو لواجه اللي هي سبعة وتلاتين مقاس اربعة وعشرين سنتي ريبو رانينج حاجات بس بردة دي محترم قوي دي بس عليها ميكي بس دي جديدة مش ولا اي حاجة جديدة زيرو بردة جميلة جدا مقاس بتاعها اربعين ونص ستة وعشرين سنتي طول القدم الشياكة الشياكة يعني دي مقاس اربعين ونص ستة وعشرين سنتي طول القدم النايك اللي هي زي الكورتيز دي بتبقى الشياكة جدا 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 في اللبس طبعا اليوز دي واللي هو اليوز دي بيكون سعره مميز جدا تقريبا سعره في الحريمي بتتكلم من اول خمسمية لحد سبعمية وخمسين حسب الدرجات اللي هو اللي هو اللي هو ممكن يبدأ معك مثلا من اول تمنمية ممكن لحد الف وسبعمية وخمسين جنيه ده رجالي وحريم بس انا بقول من ما حدش قول بقى ايه ليسر ده اسلام قال دي بخمسمية جنيه لا انا بقول من كزا لكزا فالليوز دي من خمسمية لسبعمية وخمسين تمنمية ده من نسبة للحريمي من نسبة للرجالي في العموم من اول سبعمية وخمسين لحد الف سبعمية وخمسين دي مقاس تسعة وتلاتين خمسة وعشرين سنتي طبعا بالليبو الجديدة زي ما انت شايف كده الرباط بتاعها مجرد منظر يعني مش مش روباط روباط يعني يا معلم نوح يا معلم نوح ايه ده يا معلم نوح ايه بتجمع هوملي ماشي بيروق مقاس تمانية وتلاتين اربعة وعشرين سنتي الفردة دي نوي فردة دي جديدة فردة دي بقالها شوية عندي فانا عمل عليها خاص بسعر بسعر اليوز دي اعتبر سعرها مميز انا محبش حاجة تقعد عندي احنا لو بنبيع باسعار غالية هتلاقوا تشكيلة كبيرة جدا بس احنا بفضل الله البضاعة بتاعتنا بتخلص بسرعة عشان سعرها كويس تمانية وتلاتين خمسة وعشرين سنتي ونص لأ تلاتة وعشرين سنتي ونص دي حتة الخامة بتاعتها دي عاملة زي عاملة زي كده يعني دي لو دلقت عليها مية كده تمسحة بمنديل كده فاهم اللي هو ايه عاملة زي الووتر بروف بالزبط يعني نفس الخامة ايه لو متلحظة ان شاء الله دي مقاس تسعة وتلاتين خمسة وعشرين سنتي النايك دي حلوة جدا نايك عالمية انت بتعمل ايه نخش بقى ايه على الموديلات الرجالي الموديلات الرجالي نبدأ من اول ستة واربعين ونص دي حتة اديدس حتة جلد طبيعي كلها جلد طبيعي من هنا متعمة بجلد طبيعي زي ما انت شايف كده فاردة جمدة جدا اديدس من الحاجات الكلاسيكية العالمية فاردة دي راحت ورجعت معرفش ليه بس تقريبا العميل ما ردش اصلا ما استلامش اصلا اه دي مقاس اربعة واربعين فاردة من الحاجات المحترمة اوي تمانية وعشرين سنتي زي ما انت شايف كده يا باشا دي سبيد رود دي نيوبالانس تسعمية تومية وتسعين شوف الاسعار بتاعت الكلام ده برا بكام الفاردة دي ظهرت قبل كده وحد سألني عليها وقلت له ما عليش اتبعت او كده فدي يا جماعة دعب العبي برا فدي جماعة رحت ورجعت فما حدش فتكرت ان انا كنت نخبيها عنك ولا بش حاسة بيعالك والله العميل اللي بيطلبها ما ردش فانا باعرضها من جديد دي مقاسة ستة وتلاتين تلاتين سنتي ستة واربعين قصدي ستة واربعين تلاتين سنتي طول القدم فاردة دي جبارة جدا 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 رينيو موديل حديث تقريبا موديل اتنين وعشرين دي لأ موديل عشرين اخر الاخر للاخر السنة بس فاردة علامية علامية طبعا سكيتشر دي ما اسكن دي دي سكيتشر مقاسة اربعة واربين انا معايا نفس الشوز ده بالزبط في فيديو كنتم صوره في اسكندرية وانا بعمل اعلان للقطر ده تلاتين هنحط لكم الاعلان بتاع بتاعه هنا فاردة دي جمده جدا في التلبيس تحيس ان انت عالي كده من فوق سكيتشر مريح 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 عندنا سكيتشر كتير بفضل الله هنصور لكم بعد كده بالمقاسات يعني هجي لك في فيديو وقول لك ده مقاس تلاتة واربين اربعة واربين خمسة واربين كل التلاتة واربين اجمعهم عشان في الموسم اللي مش عارف يجينا نحاول احنا نروح له بالشغل بتاعنا في اي مكان في مصر بنشحن ودي مقاس ستة وتلاتين ونص اه مقاس تمانية ونص ستة وتلاتين سنتي ونص واحد واربين اه بالزبط فيلة خفيفة جدا جدا نعلها مريح قوي لون هشياكة جدا مقاس ودي سكيتشر مقاس تلاتة واربعين طبعا ووتر بروف طبعا الجزمة دي يا جماعة لو انا ضلقت عليها مياه كده من جوة لو ضلقت عليها مياه من هنا كده لو عملت اختبار بستمر عندنا شوكم كتير فانا مش هارف اعمل كده دلوقتي سانا جربت قبل كده هوريك الووتر بروف في فيديو انا لو عرفت اجيب اي فيديو ووتر بروف اختصارا للوقت يعني عشان الحاجات اللي عندنا كتير اللي هتشوفوها ان شاء الله الووتر بروف ده مميز جدا يعني فاهم اللي هو انت بتبقى ماشي في الصحراء في الجبل في اي حتة انسى باشي دي مقاس اتنين واربين سبعة وعشرين سنتيو نايك عالمية زي الجديد زي الجديد باسعار مميزة جدا ودي المهمة باسعار مميزة جدا الفردة دي فردة دي احنا عندنا منها من اول مقاس اتنين واربين لحد مقاس سبعة واربين او تمانية واربين فردة محترمة جدا وحد تسعة واربين تمان يعني بتقدر تشتري منها اي مقاس دي اي مقاس منها موجود عندنا فضل الله وسعرها مميز جدا دي نايك ارماكس مقاس اربعة واربين تمانية وعشرين سنتيو الموديل ده انا لابسه من من عشر سنين بس ما بيقدام خالص يعني بيفض اللي تعمل كده فاهم لحد ما لانا النهاية. موديل جامل جدا. زي ما انت شايف كده. هو كده. هو كده. مش موجود العلامة بتاعته. هو كده الموديل بتاعه. وانا كنت مصوره بكده هنا في مصر. الموديل بتاعه مش موجود. من بتاع بتاعته اللازقة بتاعت نايك من تحت مش متشالة. دي مقاس كام? اربعة دي ولا خمسة? تلاتة. ودي يا جماعة مقاس تلاتة واربعين. حتة في الشياكة. عندنا منها اكتر من ماز دي. يعني انت عندنا منها دي اكتر من ماز ممكن تسأل عليها. وعندنا اكتر من لون. اسأل عليها. لو عجبك نشحنهلك لاي حتة في مصر. فيها اسود وفيها كحلي وزيتي. مفيش اسود? مفيش. مفيش اسود تاني. في كحلي وفي زيتي من اللي انا ورطها لكم دي. دي حتة كات تلاتة واربعين. مش مكتوب عليها طبعا طول القدم. بس حتة دي جلد. كلها جلد جلد جلد. فرد دجام ده. طبعا الكاتربيلر مميز ومعروف من غير احنا ما نقول عليه. هو ما شاء الله الناس كلها في مصر. وعارفة تمنوا. اقل حاجة في التوكيل بتتكلم دلوقتي في ستة وانت طالع. ديادورة ماسة اتنين واربعين. الفيديو ده طويه لتبعوه للنهاية. عشان خاطر فيه شغل حلو ان شاء الله. ديادورة اتنين واربعين ونص سبعة وعشرين سنتي. بص يا بشا. كلمة العلامة عديادورة دي نفسها. دي جلد طبيعي. اهي. جلد طبيعي. ان شاء الله. وبرزة زي ما تكون سري دي. فردة حلوة جدا. وشيك قوي قوي. المركة دي يا جماعة اللي ما يعرفهاش زمانك هتمكسر الدنيا في الرياضة. الجزمة دي. مقاس تلاتة واربعين تلبسها كبير. تلبسها يلبس الاربعة واربعين عادي مرتاح جدا. الناع اللي بتاع الجزمة دي. هتقول لي ولا غيره. انا مجرى بالكلام ده. وعارف الفردة دي. وغالية جدا. غالية جدا. حتى تلاقي ايه. وقال لي فين وفين لما تلع لنا الكطع شبه كده. دي مقاس حداشر. اللي هو. اه اه خمسة واربعين. خمسة واربعين. وتلبسها اه واسع يعني. تلبس واسع. اه سليب رزيستنت. سليب رزيستنت. ضد الزحلاقة. النعلة بتاعها اير كلاود. اه اير كلاود. اير كلاود. اير كلاود. ميمري فوم. اير كلاود. يعني تفاصيل في السكيتشار مريحة جدا جدا دي موديل اتنين وعشرين الحتة دي موديل اتنين وعشرين ستة واربعين تسعة وعشرين سانتي ونص عشاء الحاجات الفلاتة الشياكة الحاجات الصفل المحترمة قوي الفلاتات العالمية زي ما انت شاف دي بس جمدة جدا حتة برضه ايه فلتية كمان نايكي معشان حدا نايكي كده وحدا اديدس ستة واربعين تلاتين سانتي ستة واربعين تلاتين سنتي دي برضو موديل اتنين وعشرين برضو ده بنتكلم برضو موديلات حديثة يعني فوس ستة موديل اتنين وعشرين عندنا هنا في مصر يعني ما اعتقدش انك ممكن تلاقي الشغل ده في التوكيلات عندنا حتى باربع خمس تلاف جنيه اعلى من كده دلوقت فضل اللي احنا عندنا مفيش حاجة في اللي انت شفتها دي معديه اصلا يعني اي رقم تاني انا قلت في اول الفيديو الاسعار تلاتة واربعين حتة دي ريشة يعني دي ريشة يا بشي الناس اللي هي بتحب الحاجات الخفيفة قوي ممكن تلبسها على على حاجة كاجول ممكن تلبسها على جلبية فاهم يعني هي فاردة شياكة يعني في ناس تحب تلبس ايه جلبية كده غمق او رواءان العيد فاهم المعلمين اللي هي وحد تاني ممكن يبقى كاجول لابس اميوس جامد قوي فهي جامعة في ايه موضوع يعني مقاس خمسة واربين ونص تسعة وعشرين سنتي فاردة جامدة انا بعشاقها الالترابوس دي احنا لابس دلوقت حالا عنا بش مش اسعنا لابسين يعني يعني حاولي زاد 2 اكس زال الي انت في الرجلة دلوقت دي اهي دي انا لابس زيها بالضبط بس لون تاني حلوة اوي 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 ومريحة اوي او اوي اربعة واربين ونص تلبسها بيكون مسك شوية من قدام يعني انا لابسها مسكه سن من قدام بس سوى انا مش كده بحس ان انا ايه خلاص بتاخد معي يعني بتاخد الوضع معي. بص الكلام. ده هنا هو. ده اللي انت بتحس بيه. ده الاحساس اللي انت بتدوس عليه. الفيديو طويل يا جماعة ودسم. بس بنحاول نلخص لكم عشان رمضان الدنيا بتبقى فيها ضغط وبنحاول نعمل شغل تاني وبنجيب شغل تاني فبن ايه? بنوفر عليكم فيديوهات كتير وكده. هو فيديو طويل حلو كده دسم. يبقى في كل حاجة ان شاء الله. دي ستة واربعين تلاتين سنتي. حتة دي بص. كنك ايه ايه? لابس جزمة مشلان. بص عاملة زي الفردة بتاعت الكويتش المشلان. طبعا دي ويد وشها عريض عشان الناس اللي هي ايه? وش رجلها عريض. خمسة واربعين تسعة وعشرين سنتي. وفي منها سبعة واربعين ونص الفردة دي. نفس الفردة دي في منها خمسة واربعين وسبعة واربعين ونص. فردة حلوة جدا وخفيفة جدا جدا. عندك الاسكيتشير دي. ماس اتنين واربعين. طبعا احنا الليبل هنا متشال والناس عارفة القديمة اللي معنا. عارفين احنا شايدين الليبل ليه? عشان اسباب معينة. بس اصلي مية في المية. وتأكد من اي حاجة. بين بعهالك وجوه التوكيد. يا معلم نوح. احنا خلاص قربنا نخلص. هو فاضل تربعة تربعة كترة. ما تجننيش. اه دي خمسة واربعين. نفس اللوم بتاع الفردة انا قلت عليها الكاجول اللي تمشي اه كاجول وتمشي بدلة مش عارف ايه او تمشي جلبية محترمة سعيدة. حاجة كده ايه? ريئة. حتة رياضية. مقاس خمسة واربعين. ما شاء الله. شغلنا بيتكلم عن نفسه. حيش ينتكلم كتير. هو الشغل واصف حاله. دي مقاس حداشر برضو. خمسة واربعين. عندنا برضو منها دي تقريبا صح? عندنا منها كم مقاس دي سأل برضو عليها. هنقول لك مقاس الموجود. الخامة بتاعتها خفيفة. خامة صيفي. ومن غير رباط ده رباط شكل بس. فيه منها اللون اسود كمان اهو. فتقدر برضو ايه? تطلبها وجيلك. فيه منها كزا مقاس. ان شاء الله. دي مقاس اه واحد واربعين. حتة دي واحد واربعين. عندنا برضو منها مقاسات كتير. اه. لحد ستة واربعين. فيه منها دي لحد ستة واربعين. فردة حلوة اوي شياكة. جدا جدا جدا. دي كتعريبك. مقاس اربعة واربعين ونص. تسعة وعشرين سنتي. يعني تلبس كبير. دي زك اسمها زك ويلد. طبعا من زمن الزمن بتتعمل دي فردة محترمة جدا ونحلها طاري قوي. بياخد طبيعة الرجل وانت دايس. واصفنا الكلام ده كتير. ودي مقاسة اربعين صح? دي مقاسة اربعين. بص انسى. فخامة الفخامة كلها في الشوز. ده تمشي اه يعني تقريب. انت وزوقك وانت وايه? ومزاجات. عندنا ايه? القطعة دي مقاسة اه ستة خمسة واربعين. برضو اه مواصفات. طبعا ايه? الجازمة ممكن يبقى فيها لازق زيادة زي كده. ده بيتسمى عندنا هنا في التوكيلات خش شوف الكلام اللي انا بقولولك ده مظبوط ولا لا? بس الكلام ده موجود عادي في التوكيلات عندنا في مصر. وانت طبعا انت عشان بيشترم التوكيل فمن نسبلك الموضوع سكة السكة. انا بقول لك اللي بتاخدوا مني. اطلع بيه في التوكيل. اقول له انا مشتري دي. وهيزي اعرف ايه اصل ايه او لا. عشان حتة اللازق دي في ناس تقول لك ايه? بس اللازق ما بيبقاش كده في التوكيلات. لا بيكون كده. وفي امريكا مش بقول لك في مصر لا. في امريكا موجود كده. وهنوريكم ان شاء الله. وهنوريكم. ان شاء الله. دي مقاس خمسة واربعين تسعة وعشرين سنتي. طبعا هنوريكم دي مرتبطة في فيديو انا عمله في العيد وبتفرجوا عليه. هيفيد ناس كتير قوي. وفي في اخبار حلوة قوي قوي. ده مقاس خمسة واربعين تسعة وعشرين سنتي. فردة محترمة. شبه لحاجات النايكات. فلتاية كده بص مش عالية. علها شبه الفلات شوية. وده مجرد غير الهيليم بتاع الفيبر ماكس. الفيبر ماكس دي يا جماعة صفاحة. مقاس خمسة واربعين تسعة وعشرين سنتي. فردة دي في التوكيل دلوقتي حالا بتعدل عشر تلاف جنيه. الكلام من الجد. اخد منها وحطولكوا صورة منها هنا هو. هي سعرها كام دلوقتي هنا في مصر. احنا ملناش علاقة بالكلام ده نهائي. احنا بنبيع بقى سعار على مزاجنا. وعلى حسب ما ربنا ما امرضينا بنبيع الحاجة اللي احنا شايفنا. دي مقاس خمسة واربين ونص تسعة وعشرين سنتي. فردة دي حلوة اوكو تجيبها زمان واتقررت معايا تاني اه? فردة باسكتبول. تنفع برضو هانديبول. فردة محترمة جدا جدا. ونختم باخر قطعة قديدس فور دي من الحاجات اللي هي بص. سفاحة. الجزمة دي سفاحة. الفور دي ده جماعة. بصوا. اللي ما لبس فور دي يعني ما يعرفش حاجة عن الشوزات. مريحة جدا. جدا جدا. فردة على مية جدا. دي مقاس ستة واربعين تلاتين سنتي. ستة واربعين تلاتين سنتي. بص بص من تحت ايه عاملة ازاي. فردة ما شاء الله. تب تتكلم برضو في التوكيلات الحاجات دي. اقل حاجة هتلاقيها دلوقتي بخمسة ونص ستة ونص. احنا اقل من النص مرتين. يعني لو هي بست تلاف جنيه. مش يقول لك بقى احنا النص لا احنا اقل من النص بتاع النص. يعني احنا بربع او بتمنى سعرها او بعشر زي حزا الامة كان بعشر تمانها اللي موجود في التوكيل والله. الحمد لله فضل الله. عندنا شغل جامد جدا جدا مماز جدا كل مرة هنوريكو شغل احسن من التاني. هنوريكو فيديوهات ان شاء الله عن الملابس قطع قطع. الفيديو اللي جاي ان شاء الله تابعونا واستنوا اللي احنا بنعملو وارد تدعمونا بلايك وكممنت عشان الكلام ده بيفريم معنا جدا. سامع عليكم. يا ولد. وانتي? حضي لايك واشتركو في القناة. وايه تاني هنفونوا وايه تاني. الفيديو هي تمام مئة الف لايك. مئة الف? مئة الف? مئة الف? يا ستة بعملو اربعين لايك بالعافية.